شهدت العلاقات بين مصر وتركيا العديد من المحطات المهمة والتي مهدت بالفعل الطريق لتأسيس علاقات تعكس بين قياتها عزم القيادة السياسية في القاهرة وانقر على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركية ثلاثة أعوام من الجهود الدماغية الحثيثة كانت كافية لإعادة دفء العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبعية مسار شهديد من المحطات المهمة تفت على سطح الأحداث في مارس عام 2021 بإعلان وزير الخارجية التركية السابق مولود شويش أغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر أعقبها خلال الشهر التالي موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر وهي إحليات مهدت الطريق لنعقاد أولى جلسات المحادثات الاستكشافية في مايو عام 2021 بالقاهرة وخلال أربعة أشهر عقدت الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية في أنقرة وفي أبريل عام 2022 وصلت تقارب الدبلوماسي بين البلدين لمرحلة مفصلية عندما قررت أنقرة عين سفير لشغل منصب القائم بالأعمال واستمرت الترتيبات من وراء الكواليس لتقريب وجهات النظر بين البلدين لتأتي أحد ثمار تلك الترتيبات لقاء المصافحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي راجب طيب أردغان في نوفمبر عام 2022 خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر الذي أعقبته جلسة مباحثات وعقب زلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أعطت دبلوماسية الكوارث والتضامن فرصة لتراجع أولوية القضايا الخلافية لصالح الأبعاد الإنسانية حيث زار وزير الخارجيات السابق سامح شكري تركيا في فبراير عام 2023 لتقديم التضامن والدعم وأعقبها زيارة لوزير الخارجيات التركية السابق إلى القاهرة في مارس من العام ذاته واتخذت العلاقات بين البلدين خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التركية منحا تصاعديا ليأتي قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر من أوائل القرارات التي اتخذها وزير الخارجيات التركي الجديد هاكان في دان لترشح أنقرة السفير صالح مطلوشن كسفير لها في القاهرة وتقابل مصر تلك الخطوة بترشيح السفير عمر الحمامي كسفير لها في أنقرة لتتوج تلك الإجراءات في نهاية المطاف بقمة مصرية تركية في القاهرة تقرر على إثرها إعادة تشكيل اجتماعات مجلس العام لاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قمة القاهرة تبعتها قمة أنقرة بين الزعيمين الذين شغلهما قضايا المنطقة ليستكمل تنسيق المواقف فيما بينهما ويرسمان نقطة تحول جوهرية لها ليأتي التقارب المصري التركي ضمن تحركات أوسع لتقييم العلاقات الإقليمية البينية وإعادة سياغتها بشكل يتيح لدول المنطقة مساحات تنسيق وحركة أكبر على المستوى الإقليمي تضمن تبنيها نهجا أكثر استقلالا يراعي مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية اشتركوا في القناة